مرحبا وتحياتي للجميع اعتبر الفيلسوف اليوناني الكبير سقراط أن المعارف والأفكار والأراء الأولية الأولية بمعنى المسبقة أو المكتسبة يعني دون تطقيق أو فحص أو تحليل إلى آخره فاعتبر أن هذه المعارف الأولية التي يعتنقها الفرد هي أقرب إلى الاعتقادات منها إلى اليقين وبالتالي تحتاج إلى الفحص أي إلى التحليل طبعا من أجل التأكد منها يعني كخطوة أولى ومن ثم تأتي الخطوة الثانية وهي بناء المعرفة على أسس ثابتة يعني ترتقي بهذه المعرفة إلى رتبة اليقين أو إلى رتبة المعرفة الحق وطبعا اعتمد سقراط كما نعلم في هذه المهمة على منهجه الشهير في التوليد والتهكم هذا المنهج الذي هو في نهاية الأمر يعني شكل أيضا من أشكال الحوار بمعنى محاولة الآخر طبعا بهدف مساعدته ليكتشف أولا أن ما كان يعتقد به أو يرى حقيقة يعني ليس كذلك بل هو مليء بالتناقض مثلا بالمغالطات بالثغرات وبالتالي عندما يصل هذا الإنسان إلى مرحلة الاعتراف بأنه فعلا يعني جاهل بهذا الأمر أو مخطئ أو حتى متوهم طبعا هنا يبدأ سقراط بإعادة بناء موقفه أو موقف هذا الرجل يعني خطوة خطوة لنقل ولبنى لبنى بشكل متماسك وصحيح وهكذا يعني إلى أن يصل هذا الإنسان إلى المعرفة الحقة يعني التي تستحق أن يؤمن بها طيب بعد سقراط أتى طبعا تلميذه النجيب والمخلص أفلاطون وأخذ منهج الحوار عن سقراط لبل قدم أفلاطون وكتب يعني كل أعماله على شكل محاورات محاورات كان ينطق فيها بلسان سقراط أفلاطون أيضا يعني كما سقراط أراد أيضا إسقاط الاعتقادات الخاطئة والأفكار المسبقة وكل تلك الخرافات والأساطير التي يعني كانت تعتقد وتؤمن بها الناس أنا ذاك وبالتالي أراد اكتشاف العقل السليم أو اللوغوس طبعا بحسب مصالحات وأدبيات أفلاطون أراد اكتشاف هذا اللوغوس من جديد وتقوم تقنية أفلاطون أيضا على الحوار وعلى الجدل هذا الجدل الذي يرتكز على يعني قاعدتين أساسيتين أو يأخذ شكلين أساسيين هما جدل هابط وجدل صاعد جدل هابط وجدل صاعد الجدل الهابط بمعنى التحليل العقلي للأفكار وللمعطيات طبعا تحليل هذه الأفكار إلى عناصرها الأولية أو بكلمة أخرى الجدل الهابط يعني التفكيك ومن ثم يأتي دور الجدل الصاعد بمعنى بناء المعطيات والعناصر التي فككت من جديد لكن بصورة سليمة هذا هو الجدل الصاعد أو إن أردتم التركيب وهكذا برأي أفلاطون يصل العقل إلى مرتبة أو رتبة العلم الصحيح طبعا أتى بعد ذلك ثالث الثلاثة الكبار أرستو المعلم الأول أرستو وأسس أرستو منهجه على المنطق وبيّن أرستو أن العلم يقوم قبل أي شيء آخر على المعرفة اليقينية ومن ثم حدد ما يقصد بالمعرفة اليقينية وذلك عندما قال بما معناه أن المعرفة اليقينية هي التي لا تدع مجالا للشك أبدا في أن السبب المطلوب هو سبب ذلك الشيء دون سواه وطبعا الطريق الموصل إلى هذه المعرفة اليقينية بمعنى المنهج عند أرستو الذي يصل بالإنسان إلى المعرفة اليقينية طبعا هو المنطق هو آدات المنطق أو آلة المنطق طبعا المنطق الذي ابتدعه أرستو بنفسه هذا المنطق الذي يسير بالمعرفة بشكل خطوات منظمة تبدأ من مقدمات عامة لتنتهي إلى نتيجة برهانية يقينية وشكرا وإلى اللقاء